اتخذت الولايات المتحدة اجراءات بالتنسيق مع المملكة المتحدة لفرض عقوبات على افراد وكيانات تدعم نظام بشار الاسد في انتاج مخدرات الانفيتامين المعروفة باسم الكبتاجون في سوريا ولبنان وتصديرها الى دول الجوار والمنطقة كبتاجون الاسد يعود الى الواجهة مجددا عقب فرض عقوبات امريكية بريطانية مشتركة على شخصيات وكيانات في سلطة الاسد وداعمين لها متورطة بانتاج وتصدير الكبتاجون الذي وصلت تقديرات تجارته غير المشروعة الى مليارات الدولارات ليصبح الشريان الابراز لتمويل سلطة الاسد وفي بيان نشرته وزارة الخزانة الامريكية قالت فيه ان العقوبات الجديدة طالت اثني عشر شخصا وشركتين لبنانيتين يدعمون تجارة كبتاجون الاسد مضيفة ان العقوبات ستنفذ بموجب قانون قيصر وبالتنسيق مع نظيرتها في المملكة المتحدة كما انها تصلت الضوء على دور المهربين اللبنانيين البارز في تصدير المخدرات اثنان من ابناء عمومة بشار الاسد هما سامر كمال الاسد ووسيم بديع الاسد ادريجت اسماءهم في قائمة العقوبات الى جانب اسماء اخرى وهم خالد قدور مدير مكتب ماهر الاسد وعماد ابو زريق ومصطفى المسالمة وهما قياديان سابقان في الجيش الحر انضموا قبل سنوات الى سلطة الاسد ورجل الاعمال السوري عبداللطيف حميد وطاهر الكيالي وعامر خيتي ومحمد شاليش وراجي فالحوط في حين شملت العقوبات اطرافا لبنانية منهم نوح زعتر وحسن محمد دقو اضافة الى شركة حسن دقو للتجارة ومؤسسة الاسرائيل الاستراد والتصدير اللبنانيتين وبموجب هذه العقوبات فانه سيتم حضر جميع ممتلكات ومصالحها اولاء الاشخاص في الولايات المتحدة ومنعهم من السفر الى بريطانيا كما سيخضع كل من يتعامل معهم للعقوبات الامريكية وفق البيان وحول عائدات تجارة الكيبتاجون لدى سلطة الاسد ذكرت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا روزي دياز انها وصلت الى نحو 57 مليار دولار امريكي سنويا مشيرة الى ان ماهر الاسد يشرف شخصيا على تجارة الكيبتاجون خارج سوريا توالت العقوبات الامريكية لمحاربة كيبتاجون الاسد خلال السنوات الاخيرة لكن يبقى السؤال الاهم حول فاعليتها في قطع هذا الشريان من جذوره بعد ان باتت عائداته تمثل 80% من امدادات العالم